عقدت اللجنة الدائمة لجائزة الحسن الثاني العالمية الكبرى للماء اجتماعاً تم خلاله استعراض الخطوط العريضة للنسخة السابعة من هذه الجائزة المرموقة إن هذه الجائزة الكبرى تبرهن على مستوى أداء الدولة في مجال تدبير الموارد المائية والذي يتجسد في عدد من السياسات المبتكرة وأنا أدعو بهذه المناسبة إلى تعزيز الركائز الثلاث لتدبير الموارد المائية والمتمثلة في تقاسم المعارف والحكامة الجيدة والتمويل وقد خصص هذا الاجتماع لمناقشة عملية تنظيم وإطلاق النسخة السابعة من جائزة الحسن الثاني العالمية الكبرى للماء كما تمحور حول اختيار الموضوع الخاص بالنسخة المقبلة من الجائزة وتعين أعضاء لجنة التحكيم بالإضافة إلى مناقشة الجدول الزمني لتنظيمها المغرب كان سباق إلى الاهتمام بهذا الموضوع بشكل جدي ومركز على يد جلالة الملك الحسن الثاني رحمة الله عليه هذا وقد تم إحداث الجائزة سنة 2000 بمبادرة مشتركة بين المغرب والمجلس العالمي للماء وذلك خلال انعقاد الدورة الثانية للمنتدى العالمي للماء تكريما لجلالة المغفور لها الحسن الثاني وعرفانا بسياسته في مجال التعاون الدولي والتضامن من أجل تدبير مستدام للموارد المائية والمحافظة عليها ترجمة نانسي قنقر